تحياتي وعدكم أعوضكم عن حلقة سلبي برشلونة اللي للأسف ما قدرنا نصورها مبارح عشان كان عنا ديربي مانشستر اللي كان لازم نصور بعده مباشرة فكرت وقلت شو في موضوع ممكن البرشلونة بيستنال الآن شو في موضوع ممكن يعوض عن الحلقة كان ما فيه أشهر وأسهل منه انه نتكلم كيف أطلقت شافي ثورة برشلونة كتبت الموضوع قبل مباراة إلتشي لأنه المفروض 90 دقيقة ما تغير رأيك بالفترة الممتازة اللي شفناها رح ندخل بالتفاصيل بس كالعادي دائما بتمنى منكم تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة لما تراجع إحصائيات برشلونة منذ وصلت شافي لم يستطع أي فريق يلعب ضده يكون عنده أهداف متوقعة أكثر منه خلال اللقاء يعني دائما برشلونة بمجمل خطور التزديدات على المرمى هو الأخطر أيضا باستثناء مباراة فيا ريال كان برشلونة دائما عم بفوز بالاستحواذ وحتى مباراة فيا ريال اللي فاز فيها 3-1 واللي خسر الاستحواذ فيها بس بنصف بالمية وبعدها تشافي طلع مش راضي وقال ما بدي أفوز بهذه الطريقة السبب الأول اتشافي مدرب عنده فكرة واضحة اتشافي مدرب عنده لوحة في راسه رسمها لها إطار واضح أفكار واضحة أو كما قال رارف رانجنك في إحدى محاضراته القديمة لكل مدرب ممتاز خيال عن مباراته المثالية هذا التصور الواضح بيخليه يعرف شو يطلب من كل لاعب بيخليه يعرف شو المنتظر من كل لاعب سواء كان مميز كبدري ودي يونج أو متقدم بالعمر زي بي كي و بوسكتش أو قدراته على قد حاله زي عدة أسماء موجودة في برشلونة هذا أيضا بساعد بسوق الانتقالات ما بيخليه يشتري لاعبين وبيقول تعالوا نشوف وين بدنا نوظفهم عشان هيك لما عملنا حلقة على أدامة راوري في الماضي قلت أدامة راوري أرقامه حتكون مع برشلونة أحسن من أرقامه على ويلفر هامتون لأنه فكرة تشافي واضحة إنه وفكرة ركوب أدامة راوري بأفكار تشافي واضحة حتى لوك دي يونج اللي أعتقد نسبة اللي كانوا موافقين على صفقته 1% عرف كيف يوظفه متى ينزله كيف يستفيد منه ويخلي يسجل عدة أهداف بنعرف إنه أصر على أسماء ورفض أسماء لأنه عنده تلك الصورة الواضحة واللوحة الجميلة اللي عارف شو القطع اللي نقصته فيها ومن هذا الوضوح أيضا ثبات الفكرة إنه الفكرة واضحة الأسماء تقريبا ثابتة الشكل ثابت بالفريق مزي لما كان يصير مع كومان وفالفيردي كل شوي شكل كل شوي مداورة في مراكز فاللاعبين ما يوصلوا بالانسجام مع بعض لأفضل مستوى ممكن يقدموه طريق الدوران للكرة كلنا صرنا فاهمينها توسيع رقعة اللعب كلنا صرنا شايفينها طريقة الضغط في الأمام أو حتى لما الرجع إلى الخلف ويصير خط دفاع متأخر إذا مش عالي أيضا صرنا كنا فاهمينها لأنه فيه فكرة ثابتة ما عدنا نشوف ذلك الفريق المبعثر في أرض الملعب وأساس هذا الوضوح والثبات إنه الرجل المدرب بيفهم إنه الأداء واللعب أهم وأكثر استراتيجية من النتيجة آه ممكن تفوز بأسلوب مش أنت فاهمه ولا اللاعبين فاهمينه بس ما بتقدر تكمل وهذا اللي أخذ لتشابي اللي قال إنه ما عجبوا كثير الفوز على بياريال عكس كومان وفالبيردي اللي كانوا كثير متأثرين بالنتائج أكثر من الأداء أما السمي الثاني رفع سرعة الفريق برشلونة كان كثير بطيء قبل تشابي كمميل من بطقه صراحة كان فيه نوع من التنويم المغناطيسي بيصير في الماضي حتى كنا نفكرها لعبة بلاي ستيشن ونحاول نسرحها لكن اللي شاف دقائق من الضغط على أتلتك مدريد دقائق من سرعة اللعب على أتلتك بلباو بيفهم إنه هذا الفريق كثير أسرع من برشلونة اللي عرفناه بالسنوات الأخيرة السرعة جودة بحد ذاتها بتفكك أي دفاع حتى الصفقات اللي جاءت كلها رفعت السرعة من فيران توريس لأوبام يانج لأيضا أدامة راوري وتحول الفريق أيضا مسبش بسرعة تدوير الكرة وجري بعض اللاعبين التحولات من الدفاع للهجوم أسرع ومن الهجوم للدفاع أيضا اللي درسوا قوانين نيوتن بيعرفوا إنه المسافات اللي بتقطعها بسرعة أكبر بتصير أكبر وهذا معناه الملعب فعلا بصير أصغر على الفريق الأسرع وفي المقابل بصير أكبر على خصومك أما السبب الثالث وأنا بحب فيه هذا الشيء مدرب عارف دوره مدرب كرة قدم ما بيدور على إرضاء الإعلام بشكل واضح ما بيدور يتوج لاعب على غيرهم أو يتمايل لحزب على حزب داخل الفريق ومش كثير مية في المية مع الرئاسة إذا اختلف هذا الشيء مع كرة القدم موقف عثمان ديمبلي موقف يحترم للشافي بعد التهديدات اللي طلعت وحنج قاعدك دكة ونرميك في المدرجات لا ضاي المعاسد شهور خليه يلعب فيهم هذا خلق هدوء بالفريق وأعطى الفريق سلاح آخر حتى لما حاولوا يستدرجوه بتصريح ينتقد فيه مرتدات أنشلوتي قالهم المرتدات جزء من كرة القدم مش وقت ألعاب إعلامية الآن شفناه بيخلي أراوخه أساسي على إيريك غارسيا اللي مدعوم جدا من الصحافة الكتالونية والبرشلونيين بيعرفوا الصحافة الكتالونية مع لاعبتها زي الصحافة المدريدية مع لاعبتها أيضا أما السنب الخامس الفريق 100% أفضل بدنيا بدهاش نقاش زمان برشلوني قبل تشافي وحتى لما إجاب مباراة سلتفيق وشافهم من برا تتذكر الفريق أنت تظلك خايف عليه ينهار آخر 20-30 دقيقة لما تسرع اللعبة آخر نص ساعة اللعبة من تهيين بدنيا بلاياقتي أنا شخصيا واللياقة الأقل بتخلق تركيز أضعف بتخلق لاعبين خائفين هذا الشيء لا نقاش فيه مع بلباو أول 25 دقيقة بالشغط الثاني شفنا الفريق بتقل سرعته خفنا عليه قلنا معقول هترجع أيام سلتفيقه لكن لا الفريق قدم ختام رائع سريع إعصار في الحقيقة وحسم المباراة بنتيجة كبيرة هذه الحالة البدنية واضحة أفضل بكثير من الوضع القديم وأذكر برة سكاي سبورتز كانت تتحلل عن أنطونيو كونتي فقالت أحد أهم أسباب تطويره لأي دفاع بيمسكه إنه للاقة اللعبة تتحسن فبيرقضوا أكثر فالمسافات والمساحات اللي بيسكروها أكبر وهذا الوضع بيصير مع تشعبي أما السبب السادس وأيضا هو هذا الشيء يعني أنا من الأسباب اللي بؤمن فيها بحياة الشخصية في عملي بعيدة عن الكرة القدم الصبر والتطور التدريجي لازم نقول كنا مؤمنين إنه التطور البشري لازم يجي شوي شوي ما فيش يلا بكرة انزل لعب للمباراة المثالية أنا تشعبي لا لا برشلونة فعليا ما تحسن فجأة ما من أول مباراة شوفناها لتشعبي صورنا نقول واو وبالعكس لو الدوره بالتغريدات هتلقوا كثير راس بيقولوا شو الفرق بينه وبين كومن بعد مبارتين أو ثلاث حكيت في البداية إنه فراس و لوحة برسمها ليوناردو دافنشي عشان يرسم موناليزا ويدخل التاريخ قرأت مرة إنه استمر 16 سنة طبعا ما بزبطش بكرة القدم تبني فريق ب 16 سنة لكن لازم تبنيه خلال موسم أو موسم ونصف وفعليا برشلونة كان يتحسن نقطة نقطة أول شي كنا نشوف شكل فيه شكل ثابت فيه أفكار واضحة من توسيع رقعة اللعب زي ما حكيت من طريقة الضغط العالي والتراجع بس ما كان يطلب من اللاعبين شيء أعلى من طاقاتهم شيء أعلى من استيعابهم كان كل شوي يضيف فكرة وكنا كل حلقة سلبي برشلونة نطلع نحكي عن شيء جديد بدل ما إنه نعيد نفس الكلام وهذا معناه كل مباراة فيها إضافة وهذا التطور التدريجي وصل جماهير برشلونة لحالة التفاؤل في الفترة الأخيرة أخذ وقته فنيا أخذ وقته لياقيا أخذ وقته في التعرف على اللاعبين وحتى في التصريحات اللي فيها ثقة بالنفس وثقة بالمشروع هذا الشيء خلى كمية المعلومات لللاعبين تدريجية بيستوعبوها بيلعبوها خلى الهدوء خلى وحدة الصفوف ما فيش ناس منذاجة منه يا أخي هذا مطلب كثير وخلىنا نشوف معنى حقيقي إنه الصبر مفتاح الفرج باختصار مدرب عنده فكرة واضحة لكن بنفس الوقت بيعرف إنه الناس مش آلات ما بقدروا طبقوا هاي الأفكار مرة وحدة استنى جهز بدنيا وحقق فترة ممتازة بدعم واضح من سوق انتقالات مميزة مية في المية حسب الأخبار كان إلو كلمة فيها متوافقة مع كلمة الإدارة وواضح إنه رجل مقنع لأنه كل اللاعبين عم تشعروا أنهم مرتاحين معه والإدارة موافقة على اللي بيعملوا خصوصا إنها إدارة عندها أنا متمثلة بلابورتا نوصل هنا نهاية هاي الحلقة بذكركم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر تيك توك وإنستغرام واتبعوني أيضا على قناة سيفي سبورت في اليوتيوب لو سمحتوا تتركونا لايك والسلام عليكم ورحمة الله